النهاردة كما اكلمكم على منتج الفرايدي تمام منتج الفرايدي منتج كويس وشغال وكل حاجة بس حصل لموقف موقف ده كنت لازم اقوله عشان الموقف ده فعلا دقيقني جدا بصة كما اكلمت مندوب الفرايدي مرة التانية التالتة فانا الفضل ما فيش مشكلة فتمام فالنهاردة اتلاقيته راحت مكلمه ام حمد هتعرف تجيله فامش ما فيش مشكلة راحت مكلمه في التليفون ايه محمد اقبرك ايه تمام الحمد لله زكا استاذ اسامة بخير الحمد لله طول محمد بعد اذنك ممكن اه تجي لي اه حتى انا عارف اللي عندك تغضي في الشغل والحاجات دي فبعد اذنك تعالي له حتى لو هتنزل لي كارتون او اتنين يبقى موجود المنتج ايه في التلاجة على اساس يبقى موجود مسلا المنتج في التلاجة منتج شغال فانا كده كده جابت تلاجة خاصة بيه وتلاجة كبيرة فانا حاطت فيها منتجات بقى شركة جيرس وشركة نسلة وبسيب مسلا لحاجات تانية يعني ايه شركة بتحط فاهم ازاي يبقى التلاجة مشكلة وكده فقال لي حاضر هاجل حضرتك تمام وبرضو ما جاشا جماعة فانا عازفها من نقطة بس اه ما تزعلش مني انت اللومة المقاطعة ما كانش سمع حد ما كانش حد سمع على المنتج الفرايدي تمام فا ده نقطة بتاني نقطة انا كده كده في السوق بقى لي فوق العشرين سنة تقريبا خمسة وعشرين سنة من دوم ما بعد فانا اما ما بعرفش اروح لحد يا ما حد يكلمني هقول له مش عارف اجيلك بس هي ده معروفة ده اسمها كلمة في نظام السوق اللي هو كلمة راجل تمام فانت مش هتعرف تيجي يا عم يكلمني انا مش هقدر اجيلك بس اه مش هجيلك يا عم مش عايز اشتغل معك اه فاديني سهل وبعدين ما تزعلش مني ما تزعلش مني يعني اه منتج الفرايدي اللومة المقاطعة ما كانش حد يسمع عنه وتزعلش مني انت مش اقوى من الدومتي ومش اقوى من الاسبيروس باتس والحاجات دي ايه وبعدين المنتج فرايدي في ناس كتيرها ما تعرفش اللي فيه اصلا مادة مضرة للاطفال بس انا مش هقول عليها عشان برضو اه اكل عيش الناس والحاجات دي فانا مش هتكلم فيها فمين يا عم الفرايدي ايه ما تزعلش مني انت لومة المقاطعة باردو كان مفيش حد يسمع عنك فاهتموا بالشغل بتاعكم وزبطوا الشغل وما تخررواش حد فيكم لان كده كده الشتة داخل وانتوا في الشتة هتكون الناس تزللوها اللي تنزل شغل والناس هتلفظ لكم فزبطوا سلام